الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجازو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمنية والاقتصادية في السودان الشقيق وذلك انطلاقا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي في قصر الاتحادية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حيث استعرض الزعيمان مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما فيها تطورات ملف سد النهضة وأشهد الرئيس السيسي خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين البلدين معربا عن تطلع مصر لتعمقها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين لسيامة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادية والتجارية أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولية وخلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أشهر الرئيس السيسي إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للععاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المنجاورة وشهد اللقاء مناقشة أفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسعى إلى عالم مستقر بعيدا عن التوترات وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك دعا شكري إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها وأن تتم بجدية وموضوعية وإنصاف حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات العالمية وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات الشعوب وأشار شكري إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية فقمت من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة كورونا أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق الداخلية وخلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أشهد شكري بالجهود التي يبدلها العراق في مكافحة الإرهاب وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء شهد مناقشة التطورات على الساحة العراقية وأشدد شكري على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ظل الروابط الوثيقة وتعظيم المصالح المشتركة بين الدول الثلاثة اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة باللعب بالنار حول تايوان وذلك خلال خطابه أثناء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال لافروف في خطابه أن الولايات المتحدة تحاول الآن إخضاع المناطق الأسيوية وانتقد تشكيل واشنطن لتجمعات دول منغلقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي كما اتهم لافروف واشنطن أيضا بمحاولة تحويل العالم بأسره إلى باحة خلفية لها من خلال العقوبات دعو وزير الخارجية الصيني وانجي أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما يتفاقم وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد وزير الخارجية الصينية أن الأولوية حاليا هي لتسهيل مفاوضات سلام داعيا إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر مباحثات صريحة كما شدد على ضرورة منع تفاقم الأزمة وحماية المصالح المشروع للبلدان النامية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرسل عن علم مواطنيه إلى الموت وجاء تصريح زلنيسكي بعد ساعات من توقيع بوتين لتعديلات تنص على عقوبة السجنة حتى عشرة عوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة وقال زلنيسكي للروس أن رفض خطاب التجنيد أفضل من الموت على أرض أجنبية قال تهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلق صاروخا باليستيا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقية وجاء هذا الإطلاق بعد وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الجنوبية وقبل أيام من زيارتنا من المقرر أن تقوم بها كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكية انتهى موجز أسامنا وعودة لاستكمال الباقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل